تحركات دولية جديدة لتفنيد مصطلاحات الإرهاب في اليمن وإن كانت قد غابت سابقاً في تقييم العمل الإرهابي ودراسة أبعاده في المنطقة إلا أنها تعود اليوم وبشكل أكثر نجاعة من ذي قبل ففي خضم التغيرات التي طرأت على الساحة اليمنية منذ بداية الإنقلاب على الدولة ومؤسساتها يرجح مراقبون أن ثمت أنظاراً دولية جديدة في تناول مسمى الإرهاب وضرورة إعادة بنائه بما يتفق مع خطر الجماعات ذات الطابع العقائدي والتي تشكل تهديداً للدولة وأمن واستقرار المنطقة برمتها السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني قال إن التوجه الدولي الجديد منذ تسلم إدارة الرئيس دونالد ترامبا السلطة هو تصنيف الأذرع الإيرانية في المنطقة على أنها منظمات إرهابية وهو ما سيدعم العملية السياسية في اليمن لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 وأضاف اليماني أن المجتمع الدولي يتحرك باتجاه هذا التصنيف في حال استمرارهم في مسارهم الإنقلابي ما سيغلق أمامهم فرص السلام ولن يبقى أمامهم سوى مواجهة التابعات القانونية للتصنيف هذه التحركات وبحسب متابعين تأتي في سياق المذكرة القانونية التي تنوي الحكومة رفعها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للمطالبة باتخاذ إجراءات وفقا للقانون الدولي لشجب سلوك إيران وأذرعها في المنطقة بسبب تهديدها الملاحة الدولية واستخدام الموانئ في البحر الأحمر لتهريب الأسلحة وفي المقابل ما يزال هناك من يرى أن التوجهات الدولية لإدراج ميليشيا الحوثي في هذا التصنيف غير ممكنة في الوقت الحالي باعتبار أن المحاتدات الدولية لأي حل سياسي في اليمن لم يستثنها من أولوياته بل وما زال يجدها كشريك أساسي لمستقبل المسار السياسي في اليمن تتناقض إذن وجهات النظر حول إمكانية إدراج الجماعة الإنقلابية ضمن قوائم جماعات الإرهاب المجتمعي وأمام ذلك ما يزال الحسم الدولي في هذه المسألة مؤجلا إلى وقت غير معلوم